الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكن والوفد المرافق له حيث أوضح الرئيس السيسي ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية تقديم وتنصيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وأكد رئيس السيسي أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواء على هذا الصعيد مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة من جانبه أكد بلينكن حرص بلاده على استمرار التنصيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من التساع نطاق الصراع مشيدا بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكن إلى إسرائيل في إطار جولته الخامسة بالشرق الأوسط وقال بلينكن إنه سيناقش اقتراح التهدئة مع القادة في إسرائيل يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن جهاز الاستخبارات الموساد يدرس رد حماس على مقترح التهدئة صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأن القاهرة تسلمت رد حركة حماس على الإطار المقترح لاتفاق تهدئة بقطع غزة وأكد رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر قد طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهة النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة يتم بموجبه تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين على مراحل وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء في قطاع غزة أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن القتال مستمر في خان يونس جنوب قطاع غزة وخلال مؤتمر صحفي زعم هاغاري أن جيش الاحتلال يعمق من إنجازاته في شمال القطاع على شكل عمليات مداهمة لفصائل المقاومة في الوقت نفسه أكد هاغاري أن 31 إسرائيليا محتجزا في القطاع من أصل 136 المتبقين في غزة قد لقوا حتفهم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس الشرق طول كرم بالضفة الغربية المحتلة وأفاد شهود عيان بأن سلسلة فجارات عنيفة واشتباكات مسلحة وقعت في محيط المخيم وفي قرية برقى شمال غرب نابلس تم استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة محلية الصناع أعلنت الخارجية السعودية أنها أبلغت الإدارة الأمريكية موقفها الثابت بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة وذكرت الخارجية السعودية أنها أصدرت بيانها في ضوء ما ورد على لسان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للتأكيد على أن موقف السعودية كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكانيل إن مشروع القانون لن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي ولن يصبح قانونا يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل في حين قالت ديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي شنت هجمات بصواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وأوضحت القيادة المركزية أن قوات الحوثي حاولت ضرب ناقلة بضائع يونانية بينما كانت تعبر خليج عدن مشيرة إلى أن ناقلة البضائع أبلغت عن أضرار طفيفة لكن دون إصابات وواصلت إبحارها أعلنت وكالة الأنباء السورية سنة مقتل خمسة سوريين بينهم ثلاثة مدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص ووسط السورية وأوضحت سنة نقلا عن مصادر عسكرية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها أسدل السطار على فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مسجلا قرابة خمسة ملايين زائر محققا بذلك الإقبال الجماهيري الأكبر في تاريخه منذ انطلاق دورته الأولى وأعربت نيفيني الكلاني وزيرة الثقافة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية للمعرض التي حققت عددا من الأرقام القياسية غير المسبوقة بدءا من عدد الزائرين وعدد الناشرين والعارضين المشاركين وحجم المبيعات المتميز إضافة لمشاركة العشرات من الدول العربية والأجنبية انتهى موجة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر